نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل حول تنامي دور العالمي لشركات الناشئة وريادة الأعمال وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال لشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة وألمانيا والصين ولبنان والهند وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال كما طرح الحضور عددا من الأسئلة التفاعلية عن مفهوم الشركات الناشئة من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمارات كما نقشت الورشة قضية تأثير جائحة كورونا على العمل بخاصة في مجال ريادة الأعمال